موسيقى نشرة اخبارية جديدة من تلفزيون حضر موت نقدمها لحضراتكم ونستهلها في أبرز العنوان رئيس الجمهورية يهني أخاه أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلاده موسيقى رئيس الوزراء يشدد على الدور المحوري للجامعات في صناعة التغيير وتحقيق النهوض موسيقى وزير الداخلية يدشن المعسكر التدريبي لتجنيد ثلاثة آلاف مجند لتعزيز الأمن بمديرية وادي وصحراء حضر موت موسيقى الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة دولية وشركات صرافة رمويل ميليشيا الحوثي موسيقى ومن الإجازة للتفاصيل أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هدي رئيس الجمهورية برقية تهنية إلى أخي أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية الثابتة لدولة الكويت الشقيقة إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وشرعيته دستورية مثمنا الدعم الكويتي لليمن في مختلف المراحل والظروف لا سيم خلال هذه المرحلة الراهنة مشيرا إلى ما تشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين من تطور متطلعا إلى مزيدا من تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وعبر فخامة الرئيس باسمه وباسم حكومة الجمهورية اليمنية وشعبها عن أهر التهاني وأطيب التبركات لسموه بهذه المناسبة الوطنية متمنيا له منفور الصحة والسعادة ولحكومة دولة الكويت وشعبها الشقيق التطور والازدهار شدد رئيس الوزراء دكتور مين عبد الملك على الدور المحوري للتعليم العالي والجامعات بوصفها منارات للعلم والفكر وصناعة التغيير في المجتمع وتحقيق النهوض المنشود والتنمية ما يتطلب الاهتمام بتجويد آدائها ومخرجاتها لآداء الدور المعول عليها وأكد رئيس الوزراء لدى استقباله في العاصمة الموقتة عدن رئيس الجامعة شبوى الدكتور توفيق باسردة حرص الحكومة على حشد الدعم والتمويلات المحلية والخارجية للجامعة ونظيراتها وكل من شأنه الإسهام في تعزيز المخرجات النوعية للتعليم الجامعي وتطوير البحث العلمي موجه رئاسة الجامعة بالعمل على الاهتمام بأن تكون مخرجاتها مرتبطة باحتياجات سوق العمل والتركيز على التخصصات العلمية المواكبة ولفت دكتور مين عبد الملك إلى ضرورة العمل على البحث عن مصادر تمويل خارجية من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات المانحة لتأسيس مستشفى جامعي في جامعة شبوى ووجه بمعالجة عدد من المتطلبات الطارئة للجامعة وترتيب أوضاع هيئة التدريس المتعاقدين والكادر الإداري بما يتناسب مع احتياجات الكليات دشن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بوادي حضرموت معسكر تدريب الدفعة الأولى لتجنيد 3000 لتعزيز الأمن بوادي وصحراء حضرموت ضمن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصر هادي واطلع وزير الداخلية خلال تدشين معسكر التدريب على التجهيزات وسير تنفيذ خطة التدريب للمجندين وخلال تدشين معسكر التدريب أوضح وزير الداخلية أن التدشين ياتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاصة بتجنيد واستيعاب 3000 جندي لأمن الوادي والصحراء منوها أن هذا الماسكر سيقوم باستقبال الأفراد على دفعة متتالية وفي سياق متصل انتفقد وزير الداخلية سير العمل في فرع الإدارة العامة لشرطة السير بوادي وصحراء حضر موت هؤلاء هم طليعة الدفعة الأولى التي تواردت وتوالت إلى هذا الماسكر الماسكر التدريب الخاص باستقبال 3000 من أبناء محافظة الوادي والصحراء لضمهم إلى القوات الأمنية في الوادي والصحراء هذا الماسكر سيكون يستقبل الدفعات على دفعات متتالية ويتم توزيع هذه الوحدات في الوحدات الأمنية المختلفة في الوادي سواء في الأمن العام في القوات الأمن الخاصة في شرطة الدوريات والمنشآت لتأمين الوادي والصحراء دشنا وزير الداخلية يليوار ركن إبراهيم حيدان اجتماعا للمجلس التأديبي لوزارة الداخلية لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس والنظر بالقضايا المرفوعة إليه للبت فيها وأكد الوزير حيدان أهمية تفعيل المجلس التأديبي للنظر في المخالفات والتجاوزات لمنتسبية الوزارة والعمل بمبدأ الثواب والعقاب وخلق التنافس في إنجاز المهام والواجبات والتقييد بالنظام والقانون وتعزيز الانضباط العسكري لمنتسبية وزارة الداخلية وتناول المجلس أليات عمله والنظر بالقضايا المرفوعة إليه خلال المدة القادمة وفقا للوائح والنظم المحددة بذلك هذا وكان وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان قد أصدر قرارا رقم 61 لعام 2022 بتشكيل المجلس التأديبي لوزارة الداخلية كما اطلع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على سير التجهيزات والتأثيث لمكاتب إدارات ديوان وزارة الداخلية بمديرية سيئون وتفقد وزير الداخلية ومعه وكيل أول الوزارة اللواء الركن محمد عبود الشريف والمدير العام للإمداد والتموين بالوزارة العميد عبدالله العريفي العمل في التجهيزات وعملية التأثيث مؤكدا على سرعة الإنجاز والجودة لتقديم الخدمات لمرتدي مكاتب الوزارة ومصالحها من قبل المواطنين ومنتسبي الوزارة بحث وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة مع محافظ العاصمة الموقتة عدن أحمد حامد لملز أليات تنسيق العمل المشترك وتنظيمه وتعزيزه بين الوزارة والسلطة المحلية وناقش اللقاء وضع عدد من مباني الأوقاف وراضيها التي تم البسط عليها وكيفية حلول ومعالجة الإشكالية وإعادتها للأوقاف واتفق المحافظ لملز والوزير شبيبة على أهمية التواصل المستمر والتعاون والعمل الجماعي في سبيل خدمة المواطن والمصلحة العامة قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني وممول تابع لميليشيات الحوثي الإنقلابية حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين وتشمل العقوبات الشركة العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات وشركة الحضاء للصرافة بالإضافة إلى المدعو سعيد الجمل المتهم بتمويل ميليشيات الحوثي من خلال مبيعات نفط إيرانية وذلك عبر شبكة دولية معقدة من الوسطى وأضافت وزارة الخزانة في بيان لها إن الأموال استخدمت لدعم حرب ميليشيات الحوثي ضد الحكومة اليمنية وتنفيذ هجمات عدوانية ضد المنشآت المدنية في السعودية والإمارات نتج عنها ضحايا مدنيون أشهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بالمهام الأمنية والعسكرية التي تطلع بها المنطقة العسكرية الأولى في نطاق مسؤولياتها مشيدا بما يتمتع به منتسبو المنطقة من روح معنوية تعكس مدى الوعي الوطني والأمني لديهم وأكد رئيس الأركان خلال اللقاءه قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس اتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية بكل منتسبية المؤسسة العسكرية وتوفير الإمكانات والاحتياجات التي تمكن كل وحدة عسكرية من القيام بمهامها على الوجه الأمثل كما جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني في نطاق مسؤولية المنطقة واحتياجات منتسبيها وأطلع قائد المنطقة العسكرية الأولى من جانبه رئيس الأركان على خطة العام التدريبي الجديد وسير عملية تنفيذها مستعرضا انجازات المنطقة خلال العام المنصرم في نطاق اختصاصها أقام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت الحفلة الختامية الفنية التكريمي ليسبوع النظافة والبيئة برعاية من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تفاصيل أوفا في سياق التقرير الآتي على مستوى الدول فإن الدعوة إلى الحفاظ على البيئة من قبل النشطاء تزداد قوة يوما بعد يوم ويتجه قارة العالم إلى إصدار قوانين للحد من التلوث البيئي في بلدانهم والعالم العشرين من فبراير اليوم الوطني لبلادنا للبيئة وبالتزامن مع ذلك اختتم صندوق النظافة والتحسين بساحة لحضرموت فعالية أسبوع النظافة والبيئة تضمن الأسبوع هذه السنة مجموعة كبيرة جدا من الفعاليات منذ ما بعد التدشين فعاليات ثقافية توعوية مختلفة أنشطة شبابية فرق تطوعية قامت بالعديد من الأعمال حملات النظافة حملات توعوية طلاب المدارس والجامعات الكل كان مشارك معنا لتحقيق هدف هذا الأسبوع وهو نشر الوعي بتقافة النظافة وتحقيق ما حددناه في توجه هذا الأسبوع لنصل إليه وهو أن النظافة تقافة الأسبوع والذي تم تدشينه بمدرية الشحرة حوى طيلة أيامه على فعاليات ومناشط شارك فيها طلاب الجامعات والمدارس وجميع شرائح المجتمع مع مهندسي النظافة للتوعية بأهمية الحفاظ على بيئتنا المحيطة أما بالنسبة للحديث عن عامل النظافة كما يعرف ذلك علماء البياء فهو من أكبر أطباء المجتمع بحيث أن عمله يخدم كثير يحد كثير من انتشار الأوباء والدليل المقول الذي تقول الوقاية خير من العلاج وهي قاعدة صحية معروفة وما يقوم به عمال النظافة من مجهود كبير في أعمالهم اليومي يخفف ويحد كثيرا من عملية انتشار الأوباء وكذلك الأمراض مما يقلل من عملية انتشارها في المجتمع أننا في محافظة حراموت وبإسم قيادة السلطة المحلية محافظة حراموت نعلم أن العام القادم سيكون هذا الأسبوع في مدرية غير باوزير بإذن الله كما نوكل بالنعمال التحسين في مدرية محافظة حراموت جميعا جارية على قدم المساق وتحت أشراف قاية السلطة المحلية اللواء فرنسة في حفل الختام للأسبوع استعرضت فقرات متنوعة كان من أبرزها أوبريت عزكيا بلادي والذي حاك بين أبياته وفقراته قضايا مهمة أوكل للنغم والحرف إيصالها اتطرق لأعمال الشغب التي يتم فيها إغلاق الشوارع بالمخلثات والقمائم وإضرام النيران على الإطارات الأوبريت أيضا حاك ثقافة أن الشوارع جزء من بيوتنا ومثل ما نحافظ عليها يجب أن نحافظ على الشوارع وختم الحفل بتكريم الجهات الداعمة لإنجاح فعاليات الأسبوع وأفضل عامل بالصندوق ومشاريعه بالمديريات أقر اجتماعا بمدينة سيوان برئاسة وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس شام السعيدي ألية لتنظيم عملية توزيع الغاز المنزلي لتشمل السكان كافة الموجودين بإشراف عقال الحارات وكلف الاجتماع الذي ضم المدير العام لمكتب بزارة الصناعة والتجارة بوادي حضر موت أنور باش عيوث ومدير مكتب شركة الغاز في الوادي محمد باسدس الوحدة التنفيذية للنازحين برفع كشوفات تضم أسماء ومواقع سكن الأسر النازحة ليستفيدوا من هذه الآلية وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل الرقابة لمنع التلاعب بأسعار استوانات الغاز المقررة بأربعة آلاف وثلاثمائة ريال للإسطوانة هذا واناقش الاجتماع عددا من الإجراءات التي من شأنها أن تسهموا في التخفيف من معاناة المواطنين لا سيما قرب شهر رمضان الفضيل دشنا مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة سقطرة حملة التحصين ضد شلل الأطفال بالعاصمة حديبو بحضور وكيل أول المحافظة رائد الجريبي ووكيل المحافظة العميد الركن صالح علي السقطري وتستمر الحملة مدة ستة أيام من الشهر الجاري وأكد وكيلاء المحافظة ضرورة أخذ جرعة التطعيم وتوعية المجتمع بأهميتها حثين الجميع على المشاركة الفاعلة لإنجاح الحملة الرامية لتحصين الأطفال والوقاية من شبح الإصابة بمرض شلل الأطفال عقدت شركة الخطوط الجوية اليمنية بالعاصمة الموقتة عدن مؤتمر صحفي لوسائل الأعلام والقنوات الأخبارية والصحفية والإلكترونية المحلية والدولية أكدت خلال التزامها باستفاء المعايير الفنية وإجراءات السلامة الجوية والمضي قدما لتطوير الناقل الوطني للخطوط الجوية اليمنية تفاصيل أكثر نتابع التقرير بحضور وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية والصحفية والإلكترونية المحلية والدولية استعرض رئيس مجلس الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية اليمنية بالعاصمة الموقتة عدن استعرض جهود الكوادر الفنية والعاملين في الشركة خلال البرحلة السابقة وما قدموه في سبيل المحافظة على اتساق أداء النظام الأساسي لشركة رغم كل التحديات اليوم وضع شركة أفضل إضافة يعني بالنسبة لليمنية هي ليس بس شركة يعني تجارية هي الشركة المتواجدة عند قياب الآخرين لكن لا أقول لكم شيء يعني اليمنية عندما بدأ الحرب 2015 يعني الجوال اليمن أغلقت الشركات الأخرى اتخلت عن يعني مسؤوليتها بعض الشركات لم تعيد تذاكر من نغل العالقين في ذلك الأيام في بداية 2015 من بعد مارس إلى جون عشان واحد يقريب اليمن يحتاج إلى 20 ألف دولار بالتهريب جملة من التساؤلات التي طرحها الصحفيون تركزت في مجملها حول الخطوات والجوانب الفنية التي تتبعها قيادة الشركة في عملية تطوير الصلاة الجوي في الإجابة على كل التساؤلات خاصة التي وثيرت مؤخرا بتكلم على التخوف المتواجد عند الأغلبية من مسألة صلاحية الطاهرة والنحل الفنية أولا يعني لازم الكل يعرف أنه طالما الخطوط القوية اليمنية وطائراتها تطير خارق مطار اليمن وتطير إلى مطارات أغلبية يعني يقب أن تكون إلى الستاندر اللي موجود عالميا لأنه في كل مطار نزلوا في مطار القاهرة في مطار عمان في مطار بومباي في مطار الخرطوم حيئة الطيران المدني في هذه المطارات لها الحق ومخولة أنها تعمل ما يسمى الفحص المفاقع وتحضر على الطائرة وتشيق كل الوثائق وحالة الطائرة إلى درجة حالة التائرات إذا هي تائرات غير صالحة توقف الطائرة يتبديلها فطالما الطائرة اليمنية تطير إلى مطارات خارق اليمن يقبيعنا من كل أنها تطير حسب المواصفات العالمية المطلوبة التأكيد في المضي قدما على تطوير الناقل الوطني والسمرار الخطوط الجوية اليمنية في تقديم خدماتها للمواطنين هو ما خلص به المؤتمر الصحفي الذي حضره وكيل هيئة الطيران المدني والإرصاد والدعوة أيضا إلى توخي الدقة في الحصول على المعلومة من مصادرها وتوجيه الملاحظات المسؤولة لتلفزيون حضرموت وضاح شليلي عدن اختتمت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت بمدينة المكلة الورشة التدريبية حول إجراءات عملية الفرز والمفاوضات والتقييم للمشاريع الخدمية الأساسية وأكد رئيس اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت محمد الحامد أهمية عقد مثل هذه الورش التدريبية لتعزيز قدرات أعضاء اللجنة وتطوير مهاراتهم في مجال أولويات اختيار المشاريع ومفاهيم التنمية ومبادئها ومكوناتها وأنماطها واستدامتها وتناولت الورشة أهداف التنمية المستدامة والمتوافقة مع أولويات اختيار المشاريع وتناول المشاركون مفاهيم حول مصطلح عدم الإضرار وتعريف الشفافية بالإضافة إلى الاستراتيجيات المختلفة لإدارة الصراع الإداري وغيرها من الموضوعات اطلع المدير العام لمدرية الشحر عادل أحمد بعكابة على سير العمل بمشروع إزالة السيسبان بمنطقة زغفة بمساحة جمالية مائة وخمسة عشر ألف متر مربع بتمويل من شركة بيترو مسيلة وثمن المدير العام جهود بيترو مسيلة في تنفيذ من مثل هذه المشاريع التي تهدف للحد من الأثار الضارة لترك الشجرة على المحاصيل الزراعية والمياه الجوفية وإعاقة مجاري السيولة مؤكدا على أن مثل هذه المشاريع تأتي ضمن اهتمامات السلطة المحلية بالمديرية مشيرا إلى استعداد السلطة المحلية لتدليل الصعوبات كافة التي تعترض سير تنفيذ هذا المشروع الذي يخلق بيئة آمنة يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية تربة ومياه وضع المدير العام لمديرية ساه الشيخ مبارك الجابري حجر الأساس لمشروع بناء مدينة إنسان السكنية لأهالي منطقة نسمة بتمويل جمعية إنسان الخيرية بدولة الكويت وتنفيذ مؤسسة حطين التنموية الخيرية باليمن ويشمل مشروع مدينة إنسان التنموية بناء 18 وحدة سكنية تتكون الوحدة من أربع شقاق أيضا بناء مسجد ومدرسة تحتوي على ستة صفوف دراسية ومكتب إدارة ودورة مياه ومركز تدريب يتكون من قاعتين ومكتب إدارة وأشهد المدير العام لسه بالتدخلات الإنسانية الكويتية ووقوفها المشرف إلى جانب اليمن وحضر موت على الوجه الخصوص مؤكدا أهمية المشروع في إيواء أهالي المنطقة ووقايتهم من البرد والحر والأمطار والرياح تمكنت قوات خفر السواحل بحضر موت من ضبط عدد من الأسلحة والدخائر وأشريطة رصاص فارغة الدخيرة أثناء تنفيذ مهمة عسكرية بمخطاف العباري بميناء المكلة وأوضح مصدر مسؤول بقوات خفر السواحل أنه تم ضبط قطعتي سلاح نوع رشاش معدل وقطعة سلاح كلاشنكوف في العبر جولس واحد ودخيرة مسدس عيار تسعة ملي وعددها ألف وتسعمائة رصاصة وستة وستون شريط رصاص معدل فارغ الدخيرة وعدد تسعة وتسعين كراع كلاشنكوف محلي الصنع وتم تعشيق العبر في الرصيف لاستكمال الإجراءات وبين المصدر ذاته أنه تم إلقاء القبض على أحد المتهمين بنقل السلاح من سواحل المكلة إلى العباري وتم العثور أثناء تفتيش سيارته على حزان بندقية واقتياده إلى الجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات نفذت بمديرية المكلة حملة نظافة تطوعية شارك فيها ضباط مديرية أمن المكلة وأفرادها وعمال مشروع النظافة بالمكلة بالتزامن مع أسبوع النظافة والبيئة واستهدفت الحملة التي حضرها مدير أمن مديرية المكلة العقيد صلاح المشجري تنظيف عدد من الشوارع الرئيسة بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلة وإدارة الليجان المجتمعية وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على البيئة يواصل مشروع النظافة والتحسين بمديرية غيل بوزير عمال إعادة تأهيل المدخل الرئيس وجولة الستين والمدخل الشرقي للمديرية تنفيذ لتوجيهات محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية الليواء الركن فرج سالمين البحسني وبتمويل من السلطة المحلية بحضر موت وأوضح مدير مشروع النظافة والتحسين بمديرية غيل بوزير غسان بن دحمان أن المرحلة الأولى تم فيها الانتهاء من أعمال الرصف والتشجير والطلع وبلغت نسبة الإنجاز في جولة الستين تسعين بالمئة وفي المرحلة الثانية بين أنه تم الانتهاء من أعمال الحفريات وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال بناء الرصيف تسعين بالمئة وأعمال الردم سبعين بالمئة وأعمال البلاط أربعين بالمئة وأحواض التشجير سبعين بالمئة فيما بلغت نسبة الإنجاز في مثلة الستين مجسم السناوة خمسين بالمئة في إطار دعم كلية العلوم الإدارية بجامعة حضراموت لمبادرات دمج المرأة في سوق العمل أقيم في قاعة مركز جامعة حضراموت لطب الأسرة بالمكلة المعرض التسويقي الأول لشركة الأنامل الخمسة للمشاغل الإنتاجية المحدودة واحتوى المعرض الذي يستمر على مدى يومين على أشكال مختلفة من الحقائب الرجالية والنسائية المتنوعة محلية الصنع بتطريزات وأشكال مواكبة لأرقى الماركات العالمية حيث جاهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار رجالا ونساء والذين أبدوا إعجابهم بالمنتجات المعرضة داعين الجهات المعنية لدعم مشاريع الصناعات المحلية والإسهام في توفير الإمكانات اللازمة لمثل هذه المشاريع الحيوية ففرصة أن الطلاب أولا يستفيدوا من هذا الشيء يعني في طلاب كثير يقول لك ندخل نخلص جامعة ما فيه عمل فالآن فرصة قدامك أنت تأخذ المادة دائما بشكل نظري فالآن فرصة قدامك واقع حقيقي نموجج لطالبات كانوا أو برضو فيه معانا ربات بيوت عملوا مشروع من الصفر من البداية من لا شيء والآن وصلوا إلى تحقيق نجاح ما رأيناه في هذا المصنع وحقا صنع في حضرموت جهد من الأنامل الخمسة للمشاغ المحدودة كان جهد كبير جدا وهو عبارة عن تعامل بين جامعة حضرموت أو كلية العلوم الإدارية تعاون ملحوظ وسيكون تعاون دائم في شراكة وتعاون بين كلية العلوم الإدارية خاصة وهذه الشركة تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع عوالق ترابية خفيفة ورياح معتدرة السرعة ودرجات الحرارة دافية نهارا إلى معتدرة نسبيا ليلا وفي رياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع عوالق ترابية ورياح هدية إلى معتدرة السرعة ودرجات الحرارة معتدرة نهارا إلى باردة الليلا فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة جافة إلى مغبرة نسبيا ورياح معتدرة إلى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة معتدرة نهارا إلى باردة الليلا ولا ننتقل بكم مشاهدين العزاء إلى حالة الطقس موسيقى 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 رئيس الجمهورية يهني وخاو أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلاده رئيس الوزراء يشدد على الدور المحوري للجامعات في صناعة التغيير وتحقيق النهوض وزير الداخلية يدشن المعسكر التدريبي لتجنيد ثلاثة آلاف مجند لتعزيز الأمن بمديريات وادي وصحراء حضر موثل الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة دولية وشركات صرافة تمول ميليشيا الحوثي كتام النشرة نشكركم على حزن المشاهدة ولمتابعة نشراتنا الأخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر مود دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء